مشاهد لا تتكرر ولا ترائل في مستشفيات الجزائر معاناة كبيرة يعيشها المرضى يومياً وسط غياب تام للسلطات الوصية وتجهل كامل لقيام الإنسانية من قبل الأطباء ليلة كاملة قضتها قناة البلاد في أربع مستشفيات بالعاصمة كعينة فقط تنوعت المشاهد بين امرأة عجوز ملقاة على كرسي من حديد وكهل وحيد يعاني مرارة الألم على سرير بجنب المدخل الرئيسي للاستعجلات كاميرا البلاد التقطت أيضاً مشاهد يندلها الجبين مرضى يبحثون عن الأطباء وينقلون للعلاج في مستشفيات أخرى داخل سيارات نفعية لغياب سيارات الإسعاف وحالة من الفوضى في قاعات الاستعجالات المريض في الجزائر يتألم في انتظار الطبيب والأخير يصول ويجول في مواقع التواصل الاجتماعي والصور وحدها من تعبر عن حالة المستشفيات وما خفي أعظم